احنا عايزين ايه؟ احنا مين؟ احنا العرب ولا احنا مصر؟ تعال اقولك احنا مصر تحديداً احنا عايزين ايه من خلال ما اعتقد انه الرئيس كان واضح فيه من خلال 18 نقطة 18 نقطة اعتبرها 18 رسالة من رئيس جمهورية مصر العربية في خمط رئيس عبد الفتح السيسي إلا العالم انا بتكلم عليه انه النهاردة انا كان عندي تلات منظمات اقليمية ودولية واممية كان عندي رؤساء دول وقادة وزعماء كان عندي رؤساء حكومات عندي اولياء عهد عندي مبعوثين خاصين عندي وزراء خارجية الى اخره تعال ناخد النقطة الاولى بمنتهى الوضوح في كلمة الرئيس انه مصر تدين استهداف او قتل او ترويع المدنيين المسالمين واحد طيب تعال ناخد اتنين القاهرة بوضوح ايضا في كلمة الرئيس تعبر عن الدهشة البالغة من انه يقف العالم بيتفرج على ازمة انسانية كارثية بيتعرض لها اتنين مليون ونصف انسان فلسطيني في قطاع غزة تلاتة الفلسطينيون يفرض عليهم العقاب الجماعي والحصار والتجويع والضغوط العنيفة لأيه؟ للتهجير القصري خرجوهم برى الاراضي بتاعتهم ممارسات من المفترض انه ينبوذها العالم المتحضر اربعة الظروف الحالية اللي كلنا بنعيشها بتؤكد وبتحتم علينا ايه؟ تحتم علينا بالتأكيد ده كلام الرئيس دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الابرياء ده حالة الظرف اللي احنا بنعيشه طيب خمسة بقى عشان ده حاجة مهمة جدا وده هنا رد من مصر للعالم كله مصر من اللحظة الاولى يا سادة يا كرام هي منخرطة بكامل كيانتها ومؤسستها في كل الجهود اللي ممكن ان تبزل لتنسيق وارسال المساعدات الانسانية الى المحاصرين في غزة الجانب الصهيوني هو اللي كان بيضرب المعابر من الناحية الاخرى وهنا تيجي رسالة السادسة مصر لم تغلق معبر رفح البري في اي لحظة في اي لحظة القصف الاسرائيلي وده الرسالة السابعة المتكرر والمستمر والمتعمد للجانب الفلسطيني من المعبر هو اللي بيحول دون عمل معبر رفح البري فلا تكتب بقى واشنطن بوست ولا نيويورك تايمز ولا اي حد تاني على عكس ذلك محاولة طول الوقت محاولة تشويه الموقف المصري امام العالم باعتبار ان الجانب الصهيوني غلبان يا ولداه مش عارف يعمل ايه نفسه يدخل المساعدات بس مش عارف ده الكلام اللي هم بيقولوه بالمناسبة خلال الاسبوع اللي فات الصحافة الامريكية كانت بتقول كده عيانا بيانا وانا ذكرتلك اكبر صحفتين في الولايات المتحدة الامريكية ودور وهتلاقي ولا يقبل هذا الكلام شك او تأويل هم بيقولوا كده فالرئيس بمنتهى الوضوح قال لا احنا اللي كنا بنمارس الضغط طول الوقت عشان ندخل المساعدات الجانب الصهيوني هو اللي كان بيضرب على المعبر من الاراضي الفلسطينية حتى لا تصل هذه المساعدات تمانية فخمط رئيس عبد الفتاح السيسي قال كده اتفقت مع الرئيس الامريكي على تشغيل المعبر وبشكل مستدام وتحت اشراف وتنسيق مع الامم المتحدة والانوروة والهلال الاحمر الفلسطيني طيب الرسالة التسعة اظن انا بدأت اتلخبط في العدد اظن التسعة العالم لا يجب ان يقبل استخدام الضغط الانساني للاجبار على التهجير الفلسطينيين يعني هو احنا نحصرهم ونضربهم ونعمل قصف ونضرب مستشفيات وكنايس خد بالك كنيسة اللي اضربت كنيسة الرومر السوزوكس دي واحدة بدأ قدم كنايس العالم من قرن الخمس الميلادي مهم وكان يلجأ اليها المسلمين والمساحيين احتماء طيب فانت تيجي تحاصر القطاع وتضرب وتمنع وصول الاكل والشرب والمية والوقود وكمان المهمات العلاجية والصحية وفي الاخر خالص تقولهم انزلوا بقى على مصر ايه ده الضمير الانساني يقبل ده ازاي هنا بقى فيه ازدواجات معايير تتعلق اخدك على الرسالة الجاية ايضا وده من كلام الرئيسة مصر بتأكد وبتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزحهم الى الاراضي المصرية في سينة مرفوض 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 انتوا عاوزين تموتوا القضية واحنا عايزين القضية تفضل حية تهجير الفلسطينيين ليس الا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية انهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة دي رسالة شديدة الوضوح يا جماعة احنا بنتكلم هنا على دول وعلى نظم وعلى حكومات وبنتكلم على بلد هي الاقدم اللي هو احنا في حالتنا في مصر هي الاقدم على مستوى التاريخ وبالتالي هي اللي عندها اقدم ديبلوماسي اقدم حس سياسي تاريخية القضية معلقة في الرقبة المصرية من ساعة ما بدأته حتى هذه اللحظة فما حدش يحاول يستعمانه ولا حد يحاول ان هو يزيف الحقائق وتقولوا اصلاحنا خايفين عليهم لا انت بتصفي عايز تموت الحلم ده ما يبقاش في حاجة اسمها فلسطين ولا في حاجة اسمها دولة ولا حل دولتين ولا ديونه طيب الرئيس بعث ايضا رسالة اخرى من خلال كلمته وقال يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن ان هذا الشعب الابي الصامد راغب في مغادرة ارضه الفلسطينيين بطبيعة الحال رفضين المغادرة رفضين التهجير رفضين محاولة التشتيت اسرائيل بتشتغل من الستينيات على سياسة الترانسفير نقل جماعي يدفع الفلسطينيين خارج الارض قدر الاستطاعة بالارهاب وبالتخويف وبالقتل وباغتصاب الاراضي وباعتقال الناس وتصفية البعض الاخر الى اخير طيب باعتبار ان احنا بنتكلم على تصفية تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل مش هيحصل في كل الاحوال ومش هيحصل على حساب مصر ابدا طيب للكل ودي رسالة اخرى من الرئيس مصر دفعت تمن هائل من اجل السلام في هذه المنطقة مصر هي اللي بدرت لما كان صوت الحرب هو الاعلى وحفظت عليه واللي وحدها مصر مصر ده قول واحد طيب مصر هي اللي بتقود المنطقة للتعايش السلمي القائم على ايه على العدل حل القضية مش التهجير ومش ازاحة شعب بالكامل لمناطق تانية انت بتزيح شعب من منطقته ومن ارضه ومن وجوده التاريخي لارد تانية ووطن تاني شعب ازاي طيب والحل فيأتي الحل ايضا في كلمة الرئيس الحل الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقهم المشروع في تقرير المصير الحياة بكرامة وامان في دولة مستقلة على ارضهم الرئيس قال احنا قدام ازمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل ومن الكل ليه لانه لو فضلت الازمة بوضعها القائم هتتسع رقعة الصراع ودي مش اول مرة الرئيس يقول الكلام ده وانه ده اللي هيهدد فعلا استقرار المنطقة ومش بس المنطقة لكن هيهدد السلم والامن الدوليين من الآخر هذا الاحتقان هذه الكارثة التي تحدث على الاراضي الفلسطينية لا تهدد الاراضي الفلسطينية وقطع غزة وحاسم وانما تهدد المنطقة بالكامل من المحيط للخليج بس كده لا دي هتهدد العالم كله العالم كله فعلى الكل ان يكون حزرا جدا في التعامل مع هذه القضية محدش يفكر يحط حلول متعلقة بتصفية القضية والتهجير محدش يحاول يدي مجموعة من المسكنات ومعالجات باعتبار ان هذه القضية صداع في عقل العالم غير الحر لانها ليست صداعا هي قضية مفصلية من حق الناس انها تعيش انت بتتكلم على الدولة الوحيدة الباقية على سطح الكرة الارضية التي تمارس احتلالا استيطانيا وتطهيرا عرقيا بوضوح المصيبة انه على مرأة ومسمع من العالم كله تبوي